اشتركوا في القناة منذ القدم حيث تعود اقدم الاشارات التاريخية الى وجود موقع حضاري مأهول جنوب مضيق جبل طارق في المكان المحتمل ان يكون هو نفسه قصر المجاز الى مصادر قرطاجيا واغريقيا ورومانيا وتتمثل في رحلة سيلاكس في القرن الرابع قبل الميلاد وفي جغرافيا سترابون في القرن الاول الميلادي وهذا ما اكدته الحفريات التي اجريت سنة 1972 بالموقع من طرف بعثة امريكية والتي اصفرت عن العثور على اثار وبقايا لاسوار ومصانع لتمليح السمك تعود للحضارة الرومانية اما من خلال المصادر العربية فقد جاء اول وصف جغرافي مفصل لقصر المجاز لدى الجغرافي الاندلسي ابي عبيد عبدالله بن العبد العزيز البكري في القرن الخامس الهجري وذلك في سياق وصفه للطريق الممتد بين السبتة وطنجة وهو قوله وفي القصر الاول سكن بن طريف وحوله غرصات كثيرة وتدخل المراكب في هذا الوادي الى حائط القصر وبين مخرج هذا الوادي وموقعه في البحر نحو سكتين ومن سبتة الى هذا القصر مرحلة ومن القصر الى طنجة مرحلة وقبل الاستمرار في سرد التسلسل الزماني للاستقرار البشري في هذا الموضع سنتوقف قليلا مع وصف البكري خصوصا الجملة التي تقول وتدخل المراكب في هذا الوادي الى حائط القصر اذ ان المراكب تقطع مسافة في الوادي قبل الوصول الى موقع القصر وهذا ما لا ينتبق مع موقع اطلال قصر مجازي حاليا والتي تطل مباشرة على البحر هذا دليل على وجود موقعين وليس موقع واحد الاول هو الاقدم ولم يتبقى من اثاره الشيء الكثير يوجد بعيدا عن الساحل بحوالي 400 متر ويطلق عليه اسم مظهر اسقفان والثاني هو الموقع المعروف بقصر مجازي والذي لا تزال اطلاله واضحة قرب الساحل وعندما صب الواد نعود للمصادر العربية التي تتحدث عن قصر المجاز لكن هذه المرة ورد ذكره باسم قصر مصمودة لدى الجغرافي الزهري خلال القرن الثاني عشر الميلادي في سياق حديثه عن اديق مسافة فاصلة بين ضفتي مديق جبل طارق بقوله عرض هذا البحر يختلف فاما اول خروجه من البحر الاعظم ما بين جزيرة طريفة وقصر مصمودة فعرضه هناك خمسة فراسخ وهو اديق مكان في هذا البحر وهو الزقاق والفرسخ هو وحدة قياس قديمة تعادل الثلاثة كيلومترات اما المرحلة فهي المسافة التي يقطعها المسافر مشيا في اليوم الواحد وتعادل الاربعين كيلومتر بلغت مدينة القصر الصغيرة اوجز دهارها خلال فترة حكم دولة بني مارين بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر الميلادي فقد استمر تعمير هذا القصر وتعززت مكانته كميناء يربط بين عدوتي المغرب والاندرس وهو ما اكده الجغرافي ابو الحسن علي بن سعيد المغربي في سياق وصفه للمراس الواقعة على ضفتي المديق قائلا تقابل قصر المجاز من ارض الاندلس طريفة وامامها في البحر جزيرة صغيرة اما الجغرافي ابن الوزان خلال القرن السادس عشر فقد وصف قصر المجاز بالعبارات الاتية وتقع هذه المدينة في موقع سهلي بديع ومن هذا الموقع يمكن رؤية ساحل بلاد غرناطا الذي يواجه هذا الجزء من افريقيا وكان هذا القصر مدينة حسنة التنظيم وفي عام 1458 وقعت مدينة القصر الصغير تحت الاحتلال البرتغالي حيث كانت تاني مدينة يدخل اليها البرتغاليون لكن ما قامهم بها لم يدم اكثر من مئة عام تم فيها بناء مجموعة من المباني على اطلال المباني الاسلامية وتدعيم الاسوار وبناء الخنادق فبعد استقرارهم بقصر المجاز قام البرتغاليون ببناء قصر مانع على الجهة الشمالية قصد الدفاع عن مستعمرتهم وهو الموضع الذي ما زالت اطلاله واضحة وابرجه قائمة ثم بنوا قناة تربط البحر بداخل المدينة لدخول القوارب اثناء المد ولما رحل البرتغاليون عام 1551 قاموا بتدمير جل مرافق المدينة وتركوها مجرد اطلال وخراب جغرافيا مدينة القصر الصغير توجد في سهل فايضي ديق عندما صب وادي فرسيوة وهي حاليا مركز لجماعة ترابية تنتمي لاقليم الفحص انجرة بعد ان كانت جزءا من اقليم سطوان التبعد عن هذه الاخرة بحوالي 45 كم وعن مدينة طنجة بما يقارب ال40 كم ان مدينة القصر الصغير هاته لم يتم الكشف عن معظم مساحة موقعها الاثاري فالتقارب الكبير بين موضعي قصر المجاز او قصر مصمودة وبين اطلال موقع ظهر اسقفان يرجح لدينا الفرادية التي طرحناها في مقدمة هذه الحلقة وهي ان الموقعين شهد نشاطا تعميريا بشكل تعاقبي استهلته النواة الاولى للقصر على الضفة اليمنى للنهر على بعد نصف ميل عن الساحل ثم احتاج اهله الى الانتقال صوب الساحل وتأسيس نواة حضارية جديدة بعيد الفتح الاسلامي للمغرب الاقصى وما واكبه من تعزيز لمكانة الحصن في صناعات السفن ودوره في تسهيل عمليات عبور الفاتحين الى الاندلس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة